مرحبا يوم قلفت كتاب عن فيروز والأخوين الرحباني السيرة الرحبانية الفيروزية في كتير ناس سألوني انت يعني شو علقتك بالفن وهيك شغلات يعني وانت خاصة انه كاتب ساخر هلا ما في كاتب ساخر وكاتب غير ساخر في كاتب او مو كاتب الواحد انا هيك دائما نبقول والفن ما ممكن انسان يكون كاتب وما يكون عنده ثقافة فنية او المام بالفن او فهم للفن هذا الفيديو بديحكي فيه بعض الشغلات انا بشوف فيه اغاني فيه معاني مو كويسة مو معقولة تنقال مثلا الفنان الكبير صباح فخري اللي انا مرة سميته قلعة حلب التاني او القلعة التاني بيغني من الفلكلور طبعا مو من تأليفه ولا من اكتشافه انجيتي وجبتي حدا معاكي لهد الدار واجعلها خرابة شو هل حكي؟ تهد الدار؟ يعني انت ايلا تعالي وحدك لا تجيب معاك حدا تمام بس ممكن تجيب معاك حدا تهد الدار يعني تهدم تجيب معاول وكذا تجعلها خرابة يعني طبعا هي مبالغة فنية او بالاحرى يعني مشان تعبير عن زيادة محبة ولكن المعنى طبعا مو حلو وفي اغنية اشتهر فيها فنان اسمه دوريد عواضة غناها اللي اول مرة في مسلسل من اخراج خلدون المالح فيه دوريد ونهاد وناجي جبرة دولة لشلة تبع دوريد لحام هي بتقول دزاني وعرف مرامي صادوني الصيدة الحمامي وهون الحبيبة شو بتقوله للحبيب خوفي من اهلي وعمامي وعمامي يزبحونك ما يهون عليها تصوروا انه هي بس انتهت انه اذا دبحوا هي ما بيهون عليها وهون فيه جريمة قتل في الموضوع يعني ومرأة مرور الكرام انت بتلاحظ انه بيكتبوا كلمات الاغاني بيقولوا اي كلام بيجعل قافية يا ويل ويلي منهم اكبر ضناي منهم بالسيف لاخد بنتهم يعني انت ما قلتنا انه اول شي انه هي بتحبك بتحبها بك تأخوا بنتهم وترحل على ديرتها لك يعني انت بتشيلها شو هي يعني كيس بطاطا اخدت ورحت هدول بعدين اهلا كيف ديسكتولك يعني ممكن يغزوا ديرتها لك ويخلصوا بنتهم ويرجعوها ويصير قتلة يعني لما واحد مطرب كبير عبي يغني وصلي وكذا يمروا هذا الكلام على انه فلكلور ولكن هذا فلكلور لازم نوقف شوي احيانا نفكر بمعاني بنفس الاغنية انت شوف لما القافية بتفرض حالة على عقل المؤلف يا ويل ويلي قصته شعره الطويل قصته راح يتلبوها وصته شايب مريده يجهلي طيب انه كيف عرفنا انه هذا شايب بالاصل عبيحكي عن العشق ووحدة بده يخطفها وينهزم لو كان شايب ماله نجعة يعني يخطف حدا وبعدين من حقه يجهل الاخوين الرحباني وفيروز كانوا كل سنة في اخر الصيف يجو على دمشق شقام اهلوكي احبابي وموعدنا اواخر الصيف انا الكرم ويعتصر وكانت كل هاي القصائد تسموها الشاميات معظمة من تأليف سعيد عقل وفي واحدة منهم اللي اسمها سائليني يا شقام كان سعيد عقل حاطت كل البلاغة اللي بيعرفها او الموجودة في شخصيته الشعرية في هاي القصيدة ومنا هذا البيت الشهير اللي بيقول هون مع سعيد عقل والاخوين الرحباني وفيروز انت امام حالة رفيعة المستوى والشعر عظيم جدا فخم يعني شعر سعيد عقل وقت الخاصة تم تغنيب فيروز انه هاي الألحان الفخمة السائلين يا شقام يعني انت بتضرب ما عاد بقى تفكر الا بالعظمة وبالروعة وهي لكن في مقاطع بيمروا يعني لازم واحد كمان يوقف عندهم اهلكي التاريخ هو من فضلتهم يعني التاريخ كله هو من ورا ايدهم لأهلك يا شقام يعني عابق الله شوش ان في تعظيم هوني ذكرهم في عروة الدهر وسام يعني لما بنذكره الدهر بيحط ذكرهم وسام في جيبه او على بيعلقه على صدره امويون فان ضغطي بهم امويون اهل الشام ما امويون اهل الشام موجودين قبل ما يجوا الامويون وياخدوا الشام ويعملوا فيها حضارتهم احنا ما رقمنا بصدد نقول انه احتلوا واجوغزوا وفتحوا للشام لا نقول انه هنه خيوه اجوه الامويين بالتراضي وقعدوا في الشام وعملوا حضارة وبعدين راحوا فاهل الشام ليسوا امويون ليسوا امويين وان ضغطي بهم ان ضغطي بهم لا لا الارض ارض الشام اذا ضغطي باهلا هاو الامويين ايشوا بيعملوا بيروحوا بيغزوا وبيلحقوا كل الدنيا بيبصان هشام يعني هنه قادرين من كتر ما هنه جباب رأى انه ياخدوا سيوفه وعلى كل المدن الامنة وغير الامنة يحتلوها ويقولوا له تعالي انت صرتي جزء من بستان هشام انا برأيي انه هذا المعنى كتير فيه تزيد من سعيد عقل وطبعا كمان وقت اللي انت بتسمعه انت بصير عندك فخر ومنشوي بتنسى او ما بتوقف عنده بالمناسبة في سنة الف وتسعمية وواحد وستين حصل في سوريا انفصال عن الوحدة عن مصر واذاعد دمشق في ذلك الزمان يعني التلفزيون السكان يعني ادوب له سنة ما كتير ولكن خاصة الراديو كيف ما نمشيت تسمع الراديو عيب يغنوا سائلين يا شقام وكأنها او سموها بوقتها انه قالوا انه هاي هي النشيد الوطني للانفصال لانه كيف ما تحركت عيب يغنوها نكاية باغاني مثل انا واقف فوق الاهرام وقدام بستين الشام تبع وحده ما يغلبها غلاب وموسكي لسوق الحمدية وما بعرف ايش لا صار عنا هلأ نشيد الوطني هاد ومن الاغاني العربية القديمة الممتازة اللي خلدت خلال 100 سنة تقريبا هي اغنية بنت الشلبية اللي عملة المرحوم داود حسني لمنيرة المهدية ومنيرة المهدية اشتهرت فيها يقول لبسة البني قلعة البني بدها تجنني منيرة المهدية وحياتي انيكي انا ابوس ايديكي وقعوه برقليكي بس ارضي اليها فهذا بوقت انه واحد يبوس كعاب رجلين يعني لقوا معنا مستهجن ولذلك لما اجوا الاخوين الرحباني ألفوا اغنية جديدة على نفس اللحن تبع داود حسني وسرعوه شوي يعني عملوا نسخة خاصة بالاخوين الرحباني وهي الاغنية قدمت بعشرات الطرق يعني ما ظل حدا ما غنها حتى صباح فخري ما غنها بنت الشلبية غنها العزوبية طالت علي نفس اللحن تبع بنت الشلبية ومن الطرائف الجميلة اللي ممكن نختم فيها هذا الفيديو انه بعد ما صارت ثورة 8 اذار 1963 وصاروا يجيبوا مدراء بعسيين وشرط الاساسي لتعين المدير تعرفوا انه يكون ملتزم بحزب البعث يعني مش شرط يكون مختص او زكي او فهمان او الى اخرين فمرة من المرات المدير العام البعثي طبعا كان مطالعين قرار من وزير الاعلام ومن المدير اللحن معممينه على كل اقسام الازاعة والتلفزيون انه ما بصير حدا يجيب سير يتبقى جمال عبد الناصر لانه كان مؤرق للحكم البعثي انه عبد الناصر ممكن يرجع يعمل وحده وما يعمل وحده ونا من هذا الحكي وفي ناس له جمهور في سوريا ومؤيدين لليوم له جمال عبد الناصر مؤيدين في سوريا متل ما بتعرفوه المهم مبين عليه كان اجا غاضب جدا يزمر بسيارته فتحوله الحرس الباب دخل لجوه طلع على المبنى فورا قال له نجمعولي كل المناوبين بالفترة الصباحية فورا اجوا جاب الفنيين جاب مدير الفترة قال له نحنا طالعنا تعميم على كل اقسام الازاعة والتلفزيون انه ما بيصير حدا يذكر جمال عبد الناصر لا بخير ولا بشر قال له يا استاذ نحنا ملتزمين بهذا القرار وما في عنا حدا بيخالف قرارات الادارة طبعا قال له لا اليوم انا سمعت اغنية فيها اشادة بجمال عبد الناصر قال له مستحيل الحكي يا استاذ انا مرأة بالفترة وقعد وراي كنترول يعني ما في حدا بيحسن يثبت علي هذا الكلام قال له هاي الأغنية تبعا فيروز اللي بتقول بنت الشلبية شو بتقول فيها؟ قال له ما بعرف شو بتقول قال له مو بتقول تحت الأناطر محبوبي ناصر اشتركوا في القناة